هروح فين؟ مصر أصلها مش بس بتحتفي بالمصريين داخل مصر ولكن المصريين أولادنا اللي عايشين في بلاد كتير سواء كانت أوروبية، عربية، أمريكية، في أي مكان وفي أي بقعة فيها مصريين هم أولاد مصر هم كمان بيحسوا بنفس الإحساس يمكن كمان أكتر هتلاقيهم بيدوروا على ريحة مصر في أي حاجة هم بيبقوا ظهر مصر في الخارج أنا عيشت كتير برا مصر وعرفة الإحساس قد إيه خلونا النهاردة في التاسعة نحتفل ونحتفي بعيون المصريين خارج مصر هروح معاكم دلوقتي للندن وعبر تطبيق زوم مع دكتور عصام عبدالصمد رئيس التحاد المصريين في أوروبا مساء الخير يا دكتور كل سنة وأنت طيب مساء الخير وكل سنة وأحنا كلنا طيبين يعني أنا عارفة وعيشت كتير برا مصر عيشت تحديدا في بريطانيا كتير فأنا عارفة الإحساس قد إيه بتبقوا حسين بمصر وحسين بكل شيء يعني يكلمنا عن 30 يونيو والاحتفال أو 30 يونيو نفسها بعيون المصريين خارج مصر أولا أنا عايز أمستي على الجميع وأقول كل سنة وأنتوا طيبين إحنا المصريين اللي في الخارج أنا عايز بس أصلح معلومة صغيرة النهاردة ما فيش حاجة اسمها مصري في الخارج ومصري في الداخل إحنا كلنا مصريين أنا مصري في الخارج لأن أنا أعمل وأعيش في الخارج سيادتك مصرية في الداخل أنك تعملي وتعيش في الداخل ممكن بكرة أو بعده أن إحنا نبدل الأدوار سيادتك تبقى في لندن وأنا أبقى في القاهرة فإحنا كلنا مصريين اللي أنتوا بتعملوه في مصر إحنا بنحاول نعمله بقدر الإمكان هنا هو يعني خلينا نبدأ مثلاً من لما بدأنا الصورة وسيادة الرئيس لما تلعوا بقى رئيس الدولة بيسافر بدأ يسافر كتير طبعاً فإحنا كنا معاه في كل حد بيروح باريس موجودين معاه بيروح روم موجودين معاه نيويورك موجودين معاه ولدرجة أن أنا قلتها مرة في قناة من القنوات الأجنبية أعتقد التلفزيون الياباني قلت لهم رئيس دولتنا هو رئيس الوحيد اللي في العالم اللي لما بيسافر بياخد شعبه معاه هي دي الحقيقة ليه؟ صحيح لأن زمان الناس في البداية الناس كانت فاكرة الموضوع كان انقلاب جيش فإحنا كنا بنقول لهم الموضوع مش كده خالص دي صورة شعب وكنا بنقولها إزاي لأن إحنا عايشين برا يعني عندنا لغة عندنا تصفرات عندنا جنسيات عندنا عندنا بنقدر نتحرك ونقدر نتكلم فكنا بنقابل كنا بنقابل مسؤولين وكنا بنقابل إعلاميين فكنا وراء سيادة الرئيس في كل مكان راحه يعني مثلا أنا لأ أنسة لما راح مثلا زيارة من الزيارات بتاعة الـ United Nations هو دخل يتكلم وعارف وعارف أن إحنا وقفله برا خش تكلم وإحنا رجالتك موجودين برا وأنا لما أقول رجالتك هنا أنا بتكلم على ستاتنا والله العظيم إحنا عندنا ستات يعني أنا في نيويورك بالذات أنا تعبت لأن أنا كاتت رجلية كنت لسه عامل عملية بنق الركبة جديدة نوفي يعني ففي واحدة يعني حبيبتنا قالت لي قعد يا دكتور جابت لي كرسي وأنا إيه يعني أول تك أوفر أنا هقوم بالواجب أنا هقوم والله أنا لا أنساها الـ 6 وقفت تتكلم فأنا قلت لها بعد ما خلصنا أنا متعجب قالت لي متعجب من إيه قلت لي أنا متعجب ومكسوب قالت لي متعجب نمشيها لكن أنت مكسوف من إيه قلت لي أنا مكسوف من نفسي والله العظيم أنت طلع ترجل مننا كلنا طبعا الستات يا دكتور أساسا يعني بيعملوا حاجات كتير أنا السؤال اللي عايزة أسأله لحضرتك تعالي نرجع بالمشهد وقل لي حضرتك كنت شايف إزاي ومن خلال طبعا المصريين كمان المحطين بيك طول الوقت كنتوا شايفين إزاي مصر قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو كلمني على المشهد ده إحنا كلنا إحنا كلنا عشناه وكلنا شفناه وشفنا الضانك اللي إحنا فيه الضانك اللي إحنا كنا موجودين فيه يا إما ضانك عام يا إما ضانك خاص خلي الضانك العام على جنب إيه اللي حصل لي أنا شخصيا كعصام عبدالصمد أنا حصل لي أكبر حاجات أنا خبطتني عربية وأنا رايح شغلي في هارلي ستريت هنا في لندن أيو يعني وقعت على الأرض اتكسر العصعوس بتاعي خد مني سنتين تاني حاجة اضربت ضربة غيرت الركبة بتاعتي ركبة اليومين بتاعتي اللي هو ضيارة كنت مرة مع الرئيس في برلين فأول زيارة له في برلين وكانت زيارة خطيرة جدا فإحنا كنا قاعدين في أدلون هوتيل اللي هو الهوتيل اللي بيقعد فيه الرئيس فكان فيه رسالة كنت عايزين يوصلها من هوتيل لهوتيل فأنا خدت الرسالة دي ورايح ففيه واحد منهم قابلني في الشارع وخبطني خطة جاندة في سناني كسار لسناني وذلك سناني دول مش سناني يعني أنت قدمت كل يعني ما كنتش بتحس بتضحي بكل حاجة في مقابل بس إن كل شيء يبقى تمام وتوصل كل حاجة هو ده يدي روح المصريين ده مش أنا الوحدي يعني طبعا أنا بيتي بإزاز بتاعه كله بتكسر وغيري 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 إحنا دلوقت طبعا الموضوع مختلف مختلف خالص يعني يعني لو سألت أي بني آدم يعني ما بيفانشي الواحد من كوز الدرة هيقولك الكلام دوت أكيد أنا يعني يا دكتور عصام عبدالسامد رئيس التحاد المصريين في أوروبا بشكرك شكرا جزيلا ودايما زي ما قلت المصريين هما المصريين مش مهم نبقى موجودين فين وازاي المهم إن إحنا في قلبنا وفي عقلنا بلدنا مصر ترجمة نانسي قنقر